في ناس كتيرة منكم بتكون عايزة تطبيق محترم وموصوق منه تقدر تعتمد عليه في ترجمة الجمل من اللغة العربية للغات الاخرى ومن اللغات الاخرى للغة العربية. ومن وجهة نظري ده افضل تطبيق انا شفته لغاية دلوقتي. هقول لك على مميزات التطبيق وعلى عيوب التطبيق وانت تشوف اذا كان مناسب ليك ولا لأ. تعالوا نفتح التطبيق مع بعض. طبعا هسيب لك رابط التطبيق في وصف الفيديو على اليوتيوب بازن اللي اي. فتحنا كده التطبيق مع بعض. هنضغط على علامة هنا. بعد كده تحت هنا هنختار اللغة اللي احنا عايزين نترجم منها. نختار مسلا لغة الانجليزية. واللغة اللي احنا عايزين نترجم لها نختار مسلا ايه? اللغة العربية. وعاز ان نكتب هنا الجملة اللي احنا عايزين نترجمها. ترجم للجملة هنا بمنتهى البساطة طبعا الجملة صحيحة ما فياش اي اخطاء طيب عايزة ترجم من عرب الانجليزي نعكس ونكتب الجملة اللي احنا عايزين نترجمها انا اريد التحدث باللغة الانجليزية طب انت عايز تسمع نطق الجملة دي اتضغط هنا نسمع تاني طيب هل التطبيق ده بيستخدم للترجمة من عربي الانجليزي او من انجليزي العربي بس لا ممكن تستخدم للترجمة من اي لغة لاي لغة هنا بتختار هتلاقي عندك كل اللغات بترجم من اي لغة لاي لغة تمام طيب لو احنا عايزين بقى ننطق الجملة نفسها نرجع كده مسلا بدل العلامة نرجع كده انت عايز تقول الجملة نفسها تضغط على علامة المايكروفون علامة المايكروفون اهي تضغط عليها انت عايز تترجم مسلا من انجليزي العربي وتقول الجملة اللي انت عايز تقولها هل تناولت وجبة الافطار؟ ألعب كرة القدم كل يوم هي ترجمك تلقوي ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ إنها أختي هل تناولت وجبة الافطار؟ لدي سيارة قديمة ودي طبعا كانت طريقة استخدام التطبيق بمنتهى السهولة التطبيق بمنتهى البساطة بيترجم لك الجملة العادية زي ما انا آآ وريتك في الامثال اللي فاتت لكن بقى بالنسبة للمصطلحات وبالنسبة للامثال ففي الغالب بيترجمها ترجمة حرفية وهو ده السائد على فكرة في كل برامج الترجمة بالمناسبة وردك آآ فتعالوا أوريكم مسائل عشان آآ تبقوا مختنعين بالموضوع فلو كده بناله مثلا الجملة دي هو هنا ترجم لجملة ايه؟ ترجم لجملة دي كان الامتحان قطعة من الكعكة طبعا ده غلط آآ معناها سهل جدا يبقى المفوض الترجمة هنا كانت تبقى ايه؟ كان الامتحان سهل للغاية او كان الامتحان سهل جدا فللاسف هو هنا ترجم المصطلح دوت بطريقة حرفية وده طبعا غلط بس كده انا دلوقتي قلت لك على مميزات التطبيق وعلى عيو التطبيق لو انت ما بترجمش اي مصطلحات ولا بترجم آآ اي امثال فبالنسبة لك دوت هيكون تطبيق مثالي في الترجمة لو انت بتستخدمه في الترجمة في شغلك في اي حاجة هيكون بالنسبة لك تطبيق حلو جدا 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 بس كده خلصنا فيديو النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش لاعيك وكومنت وشير عشان دوت بيساعدني وبيفيدني جدا 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 كان معكم مهند سعيد السلام عليكم